اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ولا جدال في الحنجة وما تفعلوا بخير اشتركوا في القناة وما تفعلوا بخير من ربكم فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما داكم واذكروا كما داكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله رسول رحيم فإذا قيتم منازككم فاذكم الله فاذكروا فاذكروا الله كذكركم آباء أكموا أو أشهد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومن من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار أولئك أولئك لهم نصيب مما كسفوا والله سريع الحساب صدق الله العظيم والسلام 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 على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم المصدر 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 والسلام تعلمون تعلمون يا أحباب أن الحج ركن من أركان الإسلام تعلمون يا أحباب أن الحج ركن من أركان الإسلام وهو فق على كل مسلم ومسلمة لمن استطاع إليه سبيلاً ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله ظني من عن العالمين وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقاني الصلاة وإيتاء الزكاة وصومي رمضان وحج البيت الشيخ لم رأيت حديث في مصدر صلى الله عليه وسلم قال أن الإسلام خلق على أجمعين المصدر للشهادين تتكلم أن هناك سبيلاً وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو المسجر ومسلم ثم صلاة صلى الله عليه وسلم تقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم كفرها مرارا فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لو قلت نعم لوجبت دعوني ما تركتكم ثم قلت نعم لذلك شخص قلت هل هذا كل عام أو المسجر من الله المسجر فقال ثم ثم قال ما قلت نعم ستكون كل عام وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤنين روح رحيم فهو في رمضان أيضا صلى بالمسلمين الترويح ثم خرج لهم من الليلة القابلة فازداد الناس في المسجد ثم خرج لهم من الليلة التي بعدها فازدحموا بهم المسجد ثم لما كانت الليلة الرابعة انتظروه فلم يخل لهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال خشيتوا أن تفرض عليكم فالنبي صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته ولذلك عندما سأله هذا الرجل سكت حتى لا تفرض حار لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم لو قلت نعم في الحج لوجبت ولما استطعتم لو قلتني ما تركتكم من الليلة الرابعة انتظروه لذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم وقتنا من الليلة الرابعة انتظروه فالنبي صلى الله عليه وسلم وقالت 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 نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم المحرم لكي يكون هناك مهج يجب أن يكون استطاع وإنهاء المحرم وإنهاء الشيخ يتكلمين الزاد والراحلة زاد ونمبر اثناء المحرم المحرم ومع المحرم ونقضى الاخير ونقضى المحرم ونقضى المحرم المحرم فالذي يجب على المسلم إذا وجد المال وجد النفقة أن يسالح بالحج فإنه لا يدري ما يحدث له فربما يمر الصحيح ويموت الحي وتأتي الحاجة فالمسلم لا بد أن إذا وجد القدرة المالية والقدرة البدنية يجب عليه أن يبادل بالحج على الفور ولا يؤخره فالشيح قال إن شخص يتكلم إن شخص يتكلم يجب أن يتكلم إلى تقوم الحج وليس يتكلم لأن كل شيء يمكن أن يحدث يمكن أن يتكلم يمكن أن يكون حجة ولذلك أبو عمر رضي الله عنه أنه قال هممت بأن أرشت ناسا إلى الأمصار فينظروا من وجد سعدا فلم يحج فليضربوا عليهم جزيا ما هم بمسلمين فالمسلم إذا وجد النفقة الكافية يسالح في الحج والحج فرره كبير وأجره عظيم فقد جاء في الحديث الصحيح من حج فلم يرفق ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه وصول النبي صلى الله عليه وسلم عن أي الأعمال أفضل فقال إيمان بالله ورسوله ثم قيل ماذا قال جهاد في سبيل الله ثم قيل ماذا قال حج مبرور The messenger of Allah صلى الله عليه وسلم was asked which deed is the best And the messenger صلى الله عليه وسلم replied إيمان in Allah سبحانه وتعالى believe faith in Allah عز وجل And then striving in the way of Allah سبحانه وتعالى And thirdly الحج المبرور A huge which is the rule I accept by the word وفي حديث عمر رضي الله عنه أنه جاء ليبانع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أسط إليه يده قبض يده فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا عمر قال أريد أن أشترك قال وما تشترك قال أشترك أن تغفر الموضي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها وأن الحج يهدم ما قبلها The Sahabi عمر رضي الله عنه approached the Prophet صلى الله عليه وسلم and he said I'd like to pledge allegiance to you O Messenger of Allah So Amru said there's a condition though O Messenger of Allah that Allah forgives all my sins So the Messenger صلى الله عليه وسلم said don't you know Islam يهدم ما كان قبله it completely erases what comes before it and حج also erases what comes before it و الحج المبرور ليس له جزاء إلا جنة فما هو الحج المبرور The Shaykh went on to say that الحج المبرور and accepted حج has no other reward except جنة and how do we achieve الحج المبرور الحج المبرور له شرقان أساسيا الشرق الأول الإخلاص This has two conditions Condition number one إخلاص sincerity فَيَقُونُ الْحَجْ خَالِصًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلُّ فَبِالْحَدِيثِ الْقُدْسِي يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلُّ مَنْ أَشْرَكَ مَعْيَ شَيْئًا تَرَكْتُهُ وَشِرْكَ This must be performed solely for the sake of Allah and then he mentions a Haditha Qudsi Haditha that Allah says whoever as scribes anything or anybody with me I leave him and his shirk He's an act of shirk And some people perform Haditha Qudsi Haditha Qudsi Haditha Qudsi Haditha Qudsi Haditha Qudsi Hamidi فأنتصر من خطير مستقبل لذلك أنهم يؤذروا بأن تتعلق الأشياء أو أقول أن أشياء عددًا مرة أخرى أو أكثر أمرة أخرى لذلك يجب أن يجب أن تجعلوا أفهم بلدًا من السابق الله العز وجل الشيخ الثاني هو المتابعة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الشيخ تتدع أن ثم يقوم بإخلاص التعليقات هو المتابعة لتبعى المسنجر صلى الله عليه وسلم ثم الشيخ صيت إلى قرآن قال إن كنتم تحبون الله قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني فلتبعوني الله سيحبوني الله سيحبوني و لذلك جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم وإذا أراد الإنسان أن يحج لا بد له أن يسأل عما لا يعلم ولا بد أن يسأل أهل العلم ولا بد أن يقرأ ويتفقه في أمور الحج ويعرف المناسك حتى يعرف المواجبات ويعرف الشعور ويعرف المحذورات لا يذهب مع الرحلة أو مع إخوانه وهو لا يدري ماذا يفعل بل يفعل مثل ما يفعل نفسه الواجب عليه أن يتعلم ولا يعلم لا يعرف فليسأل حتى يعلم ويعرف المحذورات الشيخ يتحدث أن عندما يتعلم أن يتعلم أن يذهب إلى ذلك ثم يتعلم أن يتعلم أجل ويقوم بكثير عن الحج ويقوم بمتعلم ويذهب مع الناس الذين يتعلم وليس أن يفعل وليس أن يتعلم ما يفعل بعض الناس من جهده ربما يحلق قبل أن يذهب للحج يحلق رأسه قبل أن يذهب للحج وهذا ما كان الحلق أو التقصير لا شك أن مكانه بعد الحج وبعد الانتهام للنسب التنظر وأنهم سوف يفعل شيئاً مثل أن يفتحون السبب قبل أن يذهبوا ويقوموا في هذه المحاولة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة